أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي حنحكي فيه عن منصة يوس أونلاين نحن من خلال عملنا بهذا المجال بحدود التسع سنين تقريبا من سنة 2013 شفنا شو المشاكل اللي عم يتعرضوا للطلاب سواء بالمعلومات اللي كتيرة اللي صارت بشكل كتير كبير على الانترنت ومع تعرفنا مين هو الصح ومين غلط الجروبات اللي كتيرة خاصة باليوس كل واحد بيحكي شكل الأخبار اللي كتيرة اللي دروس اللي كتيرة على اليوتيوب فلذلك نحن من خلال منصة يوس أونلاين الطالب بيقدر يعتمد على الجهة واحدة بس بكل شي بتعلق اليوس من الجانب العلمي سواء اللي دروس رياضيات IQ هندسة مشكلات الرياضية سيصل إلى حلول الكتب بوزا متروبول تشاداش تساري إلى آخره إلى أنه بيقدر يعمل امتحان لحاله دينمات امتحان أونلاين إلى تقويم اليوس بحيث بيقدر يعرف الجامعات شو تواريخها كل جامعة شو معلوماتها شو المراكز تبعاتها إلى آخره هنصعد هذا الحكي كله بشكل سريع ضمن هذا الفيديو نحن أول ما نسجل بالمنصة يلي هي تكلفتها 300 ليرانا مدة سنة كاملة هون بالسيستم بالمنصة في شيء اسمه منصة يوس ألاني بيطلع عنا آخر الفيديوهات المضافة للمنصة فينا نقول لحلول ما تدين آخر فيديو مثلا مضاف هو بوزا آيكيو كالأم تست 8 يلي قبله كذا وكل يوم بيمضاف فيديوهات جديدة فمسلا لحتى شوف شو هذا الفيديو آخر شي ينضاف بيشتغل عندي بشكل سريع شرح الفيديو طيب أما إذا أنا مثلا بدي بلش بالمنهاج من أول الجديد فبك بس عن الرياضيات مثلا اللي فيها دروس الرياضيات مثل ما بيقولوا لطلاب جبر هي مو جبر هي رياضيات فبيطلع عنا الدروس من أول الجبر جبر واحد هيك للأخير لعند الاحتمالات هذول كلهم الأبحاث الموجودة بالجبر الساسيات الرياضيات العداد الكسرية المعادلات العداد الأسية الآخرية طبعا المنهاج كله مشروح والتفصيل الممل فبيحس بيطلع للطالب أنه كم فيديو صار شايف أو كم درس صار شايف من أصل كم درس وقديش أنها كنسبة مئوية من الدروس يعني مثلا أنا أفتقد أنه هو شاف الأعداد الأقضية إذا كبس عليها لدرس الأعداد الأقضية بيطلع عنده فإذا كبس صح أو انتهى من المشاهدة الدرس بيزيد بقى العداد نفس الشيء بالنسبة للآيكيو دروس الآيكيو أو الهندسة أو المشكلة فمسلا هلأ بالنسبة للدروس الآيكيو بيطلع عندي كل شيء موجود العلاقة بدروس الآيكيو نفس الشيء طبعا بالهندسة والباقي الآن بالنسبة للحلول فبالحلول أنا بيختار حل الكتب فبيختار مثلا المادة هالي هي آيكيو ماث أو جيومتري مثلا الجبر بيختار الكتاب مثلا بوزة بيختار بعدين البحث هي اللي بديها مثلا العداد الأسسية أنا مفترض بيختار بعدين التست بيطلع لي الحل مباشرة نختار مثلا المجموعة بيطلع لي الحل كفيديو مباشرة طيب كما في عنا شيء اسمه امتحن نفسك أنه الطالب كل شوي شوي بيحب يعمل كما تقدم بالكورس بيحب يمتحن حاله ففيه امتحان أساسيات رياضيات أساسيات رياضيات الشفرات وزوايا بس أساسيات رياضيات كمناتين إذن بيقدر طبعا حينضاف امتحانات كثيرة قدام يقدر يمتحن معلوماته الطالب بيختار بها شو الامتحان اللي بده هيا بصلا وبالآخير في عنا شيء اسمه تقويم اليوز من خلاله أنا بقدر أعرف الجامعات المتوفرة اللي عم تعمل اليوز مثلا مثل الجامعة اللي مفترت استنبول جراح باشا بيطلع لي كل المعلومات عن الجامعة تاريخ الامتحان بداية تسجيل نهاية تسجيل إلى آخره وبيطلع لي أيضا أسئلة الدورات بهالجامعة طبعا بالنسبة لحلول بيحتوي على كتير فيديوهات مثل ما حكينا مستوى تختار الماث فملاحظة أنه في كتير كتب كاراكوك ديل تاميت رابور قراطة تساري طبعا مم كلها كاملة مية بالمية البوزة هو تقريبا شبه كامل الباقي عم ينزل كل يوم بشكل دوري يعني كل يوم بينزل فيديوهات جديدة بالنسبة للحلول أما بالنسبة للدروس سواء برياضية أولاكي والهندسة أو المشكلات الرياضية بما فيها السيسال صارت جاهزة وموجودة بشكل كامل على المنصة بيقدر الطالب خلال هالفترة هاي خلال 3 شهور إذا ضغط حاله بلحي إن شاء الله انتحانات هاي السنة بتمنى لكم كل التوفيء أي سؤال لا تنسوا ترسلون على الواتساب أو على بريض الصفحة على الفيسبوك أهلا وسأل فيكم ترجمة نانسي قنقر